إنما تمارس سلطة الاحتلال إزاء المدنين في قطاع غزة يمثل انتهاكاً جسيماً للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني ولقد حضرت مصر مراراً من الخطط الإسرائيلية لجعل الحياة في قطاع غزة مستحيلة كما تحزن مصر أيضاً من المخطط الإسرائيلي لشن عملية عسكرية برية في مدينة رفح الفلسطينية بما يهدد حياة ما يزيد على واحد ونصف مليون نازح تتحمل إسرائيل مسؤولية حمايتهم وفقاً لقواعد القانون الدولي ونؤكد كذلك على أن قرار بعض الدول تعليق مساهمتها لوكالة الأمرة يترافى مع كافة الأعراف والقيم الإنسانية ويؤكد مرة أخرى على التعامل مع حقوق الفلسطينيين بمعايير مزدوجة فلا يمكن أن تعقب وكالة أممية بأكملها بسبب اتهمات لبعض الموظفين بها علاوة على ذلك فإن الأنرة تقوم بدور حصري في استقبال وتوزيع المساعدات في غزة ولا يجب المساس بهذا الدور السيدات والسادة لا يخفى عليكم أن ما يحدث بغزة أمام أعين العالم تقابله في الضفة الغربية سياسة معرقلة لحياة الفلسطينيين سواء من خلال إطلاق العنان لعنف المستوطنين أو من خلال عمليات الهدم والطرد والاقتحامات العسكرية ومسادرة أراضي مدن الضفة فضلاً عن الأنشطة الاستيطانية وتكريس الاحتلال